بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمداً عبد الله ورسوله ومصطفاه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد أيها الإخوة الكرام فمن رحام البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثلاثون من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر ربيعين الآخر سنة خمسٍ وأربعين وأربعمائةٍ وألفٍ من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتدارس في هذا المجلس الثلاثين ختام أحاديث باب صلاة الجماعة أو باب فضل الجماعة ووجوبها منهين به هذا الباب بعون الله بأحاديثه الثلاثة الأخيرة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في استئذان النساء في الخروج إلى المساجد ثم حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ثم حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في السنن الرواتب عامةً وفي سنة الفجر خاصةً سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله هذا الحديث الرابع من أحاديث الباب وهو متعلق بالجماعة يتناول مسألة شهود النساء لجماعة المسجد في الصلاة حيث تقدم أن المخصوص بالفضل بل بالوجوب عند من يقول به هم الرجال دل على ذلك أحاديث الباب السابقة صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام إلى أن قال فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فكل الكلام كان عن الرجال من حيث الوجوب عند من يقول به أو فرضية الكفاية عند من يقول به أو الاستحباب كما تقدم بكم الخلاف فكل ذلك متعلق بالرجال ويبقى السؤال عن النساء وهل يشهدن الجماعة أو لا فإن قيل نعم فهل هو أيضا على الوجوب كالرجال أم هو دون ذلك على الاستحباب أم دون ذلك على الإباحة أتى بهذا الحديث المصنف الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله لأجل هذه المسألة فهو من أحاديث الباب في فضل الجماعة وجوبها المتعلق بشأن النساء وحكم شهودهن لجماعة المسجدين فجاء بهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استأذنت أحدكم مرآته أحدكم على المنصوب على المفعولية لأن المستأذن المرأة إلى المسجد يعني إلى الصلاة في المسجد فلا يمنعها والحديث نهي صريح واضح للرجال ألا يمنع أزواجهن إذا رغبن في حضور المساجد لشهود الصلاة قال فقال بلال بن عبد الله وهو بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث قال والله لنمنعهن قال ذلك لا على سبيل الاعتراض على الحديث النبوي ولا على سبيل الرفض لمدلوله فهذا لا يقوله مسلم فضلا عن أن يكون من أبناء الصحابة تابعيا تربى على الوحي وتعظيمه وإجلاله لكنه قاله كما سيأتيكم بعد قليل إشارة إلى نزعة تشير إلى بعض ما يمكن أن يكون من عواقب الأمور التي تخشى قال فأقبل عليه عبد الله يعني أبوه ابن عمر رضي الله عنهما قال فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط نكل به وشد عليه في الإنكار والعتب قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن استعظم رضي الله عنه لأي سبب من الأسباب أن يكون للمسلم موقف يخالف فيه الثابت عن السنة هذا التعظيم للوحي هذا الإجلال للسنة وتوقيرها ورفع رايتها إذا ثبتت السنة فعلى العين والرأس حبا وكراما بل تفدى بها النفوس والأرواح والمهج والأولاد ولا يقول قائل ولا يعترض معترض ولا يقدم مقدم رأيا ولا هوى ولا شيئا ما على ما ثبت بالسنة لأنها وحي وتعظيمها مطلب شرعي وفي لفظ قال لا تمنع إماء الله مساجد الله قال هنا في الحديث قال بلال بن عبد الله وفي بعض روايات مسلم فقال له ابن يقال له واقد وهو من أبناء عبد الله بن عمر فهل المعترض ابنه بلال أو ابنه واقد سيشير المصنف في آخر الحديث إلى ما يتعلق بهذا قال الحافظ ابن حجر لم أرى لهذه القصة ذكرا في الطرق التي أخرجها البخاري يقصد تسمية واقد في رواية مسلم وقال الحافظ الراجح أن بلالا صاحب القصة وتسميته بواقد في رحدة روايات مسلم وفي رواية سماه بلالا فاجتمع عند الإمام مسلم في الصحيح تسمية بلال في رواية وتسمية واقد والبخاري لم يسمه أصلا بل قال بلفظ فقال ابن له أو فقال رجل ولم يسمه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ولعل الإمام أحمد إلى الإمام البخاري نظر إلى الاختلاف في تسمية ابن عبد الله هل هو واقد أو بلال فأعرض عن ذلك كله وآثر عدم التسمية لألا تكون سببا في اضطراب الرواية أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان منع من؟ منع النساء؟ لا قال الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء ما قال منع النساء؟ عن منع الرجال للنساء لأنه ماذا قال؟ قال فلا يمنعها هذا متوجه إلى من؟ إلى الولي إلى الرجل إلى الزوج إلى الأب فلا يمنعها فهو نهي متوجه إلى الرجال ألا يمنع النساء عند الاستئذان نعم أحسن الله إليكم قال وقوله في الرواية الأخرى لا تمنع إماء الله يشعر أيضا بطلبهن للخروج لأنه قال في الجملة السابقة النهي عن المنع للنساء من المساجد قال عند الاستئذان بهذا القيد فأما إذا ما استأذنت فلا يلزمه ولماذا قيد بالاستئذان؟ لأنه قال إذا استأذنك وهذا قيد شرط وله مفهوم بالمخالفة فإذا لم تستأذن فلا يلزم قال وتشير إليه الرواية الأخرى لا تمنع إماء الله طب هنا ما قيد بالاستئذان؟ قال لا يشعر بطلبهن للخروج من أين أخذ هذا الإشعار؟ قال هو أصلا لو كان المقتضي لخروجهن موجودا يتأتى المنع يعني متى تقول للرجل لا تمنع زوجتك؟ إذا توجهت هي بالطلب فأما إذا لم تطلب هي وسكتت فلا تيت تقول له لا تمنع زوجتك هي ما طلبت أصلا إنما يعني يقول المصنف يتحقق المانع إذا تحقق المقتضي المقتضي لفعل الشيء إذا وجد يتأتى المنع وإلا فلا نعم وقوله في الرواية الأخرى قال وقوله في الرواية الأخرى لا تمنع إماء الله يشعر أيضا بطلبهن للخروج فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضي ما المقتضي؟ طلب المرأة الخروج إلى المسجد نعم ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن يلزم من منع الأزواج يلزم من نهي الأزواج عن منعهن من الخروج أن خروجهن مباح كيف هذا؟ الآن لو جاءت المرأة وقالت لزوجها أريد أن أصلي الجمعة في المسجد أو العشاء أو الفجر وذكرت صلاة أو التراويح في رمضان قال لا تمنع إماء الله مساجد الله الخطاب الآن في هذا النص النبوي هل هو للرجال أو للنساء؟ للرجال الرجال نهي أو أمر؟ نهي لا تمنعوا فلا يمنعها هذا النهي تحريم أو كراهة؟ فيه خلاف سيشير إليه المصنف الجمور على التحريم والنووي يقول للكراهة والتنزيه طيب إذا كان هذا نهيا لكم أيها الرجال لا تمنع النساء إذا استأذن في الخروج إلى المسجد فيكون السؤال طيب ما حكم حضور المرأة إلى المسجد؟ قال رحمه الله يلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن فلا تقول هو سنة لهن في الخروج ومن باب أولاء لا يكون واجباً بل هو الإباحة من أين؟ قال لأنه لو كان ممتنعاً لم ينهى الرجال عن منعهن منه لو كان ممنوعاً خروجهن محتجن إلى المنع وغاية ما يحمل عليه النهي عن منعهن تقرير أدنى درجات المشروعية وهي الإباحة نعم قال ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن لأنه لو كان ممتنعاً لم ينهى الرجال عن منعهن منه إذ لا حاجة عندئذ لو كان الأصل منعهن من الخروج إلى المساجد محتاج الرجال إلى منعهم فلا تمنع إماء الله مساجد الله فهذا الأصل أن الخروج للنساء خروج النساء إلى المساجد مباح ولا يجوز للرجل منعها إذا استأذنته بضوامط يذكرها المصنف الآن بعد قليل ولو قال قائل فما المانع أن يكون خروج النساء إلى المساجد له درجة فوق الإباحة الاستحباب مثلاً أو أعلى من ذلك أن يشاركنا الرجال في المسألة في الوجوب عند من يقول به فنقول لا يتأتى لسببين الأول ما تقدمت الإشارة إليه في صدر المجلس أن الأحاديث الواردة في إيجاب الجماعة أو فضلها متوجهة إلى الرجال وهذا مقصود والسبب الثاني حديث أم حميد رضي الله عنها فإنه نص صريح لما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام حبها أن تشهد الصلاة معه قال قال علمت أنك تحبين الصلاة معي ولكن ثم عدد لها وجوهاً في الفضيلة والمراتب جعل صلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خيراً من صلاتها في مسجد حيها أو قومها وصلاتها في مسجد قومها خيراً من صلاتها في مسجده صلى الله عليه وسلم مع اقتضاء الأصل العام في شأن النساء في الشريعة وهو القرار في البيوت وتفضيل ذلك لهن هو أن يكون أصلاً مقدماً فاجتمعت كل تلك الأصول لتدل على أن الأصل صلاتها في بيتها أفضل فإذا خرجت فلا يقابل هذه الفضيلة إلا الإباحة لا غير نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث عام في النساء ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات عام في النساء أي نساء كل امرأة تستأذن رجولها فالحديث عام لا تمنع قال لكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات هل لأحد من العلماء أو الفقهاء أن يخصص نصاً من عند نفسه جواب لا لكنه بدلالات أخرى فهاكم جملة من المخصصات سرداً مصنف منها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً هي كالقيود والضوابط أي امرأة تلك التي لا يجوز لك أيها الرجل أن تمنعها إذا استأذنت في الخروج إلى المسجد نعم قال والحديث عام في النساء ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات منها ألا يتطيبن وهذا الشرط مذكور في الحديث ففي بعض الروايات وليخرجن تفيلات وفي بعضها إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيباً وفي بعضها إذا شهدت إحدى كن العشاء فلا تطيب تلك الليلة هذه روايات في الحديث ذاته تدل على أن هذا من مقاصد الحديث قال وليخرجن تفيلات فتح التا وكسر الفا يعني غير متطيبات يقال امرأة تفيلة إذا كانت رائحتها متغيرة وليخرجن تفيلات يعني غير معتنيات بالتطيب ولا بالاستحمام وإزالة الروائح الكريهة فليس هذا من دربي التزيّن إذا خرجت إلى المسجد قال وليخرجن تفيلات هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هو ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرواية الثانية إذا شهدت إحدى كن العشاء فلا تطيب تلك الليلة بهذا النهي الصريح والحديث عند مسلم من حديث زينب رضي الله عنها في الرواية الثالثة إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا وهو أيضا نهي صريح والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف فيما أخرجه أحمد ومسلم صريح في النهي هذا الحديث في النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متطيبة متعطرة يدلك على أمرين الأول أن الإذن لها الخروج إلى المسجد مقيد بهذا القيد وربما ظنت بعض النساء لغفلة أو جهل أن من تمام إتيانها للمسجد العناية بالزينة ومنه الطيب فأنها تتزين لبيت الله وربما ظنت أيضا لجهل أن تزينها إذا أتت بيت أقربائها أو بيت جيرانها كما تتطيب وتتزين فكذلك إتيانها لبيت الله لكن الحديث صريح واضح بل ستأتيك الرواية أيوم امرأة أصابت بخور فلا تشهد معنى العشاء الآخرة وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في ذم ذلك والوعيد عليه لبيان أن الإتيان إلى المساجد محفوف بالطاعة التي لا ينبغي أن تختلط معها شيء من المقاصد المقصودة أو غير المقصودة إلى المعاصي وخطوات الشيطان في تعرض للنساء أو تحريك الشهوات بخروجهن إلى المساجد هذه الفائدة الأولى وأما الفائدة الثانية وهي آكد فإذا كان خروج النساء للمساجد الذي منع منه الرجال الذي نهي فيه الرجال عن منعهن مقيد بهذا القير وهو من أفضل البلاد إلى الله وأحب البقاع إلى الله فما ظنكم بغير المساجد التي تخرج إليها النساء لشيء من حاجاتهن الدنيوية كالأسواق والمجابع واللقاءات فخروجهن متطيبات أشد في النهي عن ذلك لأن المعنى واحد الذي نهت عنه الشريعة هو تعرضها بطيب رائحتها لمن تمر من أمامه من المجامع والطرقات والرجال وكل ذلك منهية عنه المرأة المسلمة صيانة لها وعفة لها وحفظا لكرامتها أولا وسدا لخطوات الشيطان وإغلاقا لأبوابه ثانيا وإبقاء على كرامة المجتمع المسلم رجالا ونساء في أن يكون لهم من الصون والحفظ ورعاية حدود الله عز وجل وحفظ شريعته ثالثا ما تكتمل به الشريعة في أدابها وأخلاقها لأهلها حسن الله إليكم قال رحمه الله وهذا الشرط مذكور في الحديث ففي بعض الروايات وليخرجن تفلات وفي بعضها إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا وفي بعضها إذا شهدت إحدى كن العشاء فلا تطيب تلك الليلة فيلحق بالطيب ما في معناه فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا فما أوجب هذا المعنى التحق به وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الآخرة ويلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة هذا قيد ثاني قال القيد الأول أن لا يكون متطيبات فإذا تطيبت لا أقول يجوز للرجل منعها بل الشريعة تمنعها من الخروج إلى المسجد والولي أبا كان أو زوجا أو أخا من واجبه رعاية حكم الشريعة في من يلي فيمنعها لمنع الشريعة قال يلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة يعني قد لا تكون متطيبة لكن تلبس لباسا ملفتا للنظر في لونه أو في زينته وبهرجته الحسن الملابس أو لبس الحلي فإنه أيضا مما يلفت النظر ويدعو إلى صرف الأبصار فهو في معنى الطيب الذي نهت عنه الشريعة أحسن الله إليكم قال رحمه الله وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل نعم والحديث في الصحيحين على هذا يعني حمل بعضهم قول عائشة على هذا يعني يعني قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل السؤال ماذا كانت تقصد عائشة رضي الله عنها بقولها لو رأى ما أحدثه النساء ما الذي أحدثه النساء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال المصنف حمله بعضهم على هذا تعني إحداث حسن الملابس والزينة والطيب ما الذي منعت منه نساء بني إسرائيل القصة التي أخرجها عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح قالت كن نساء بني إسرائيل اتخذن رجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد يعني يصعدن على أقدام من خشب يستطلن بها هو أشبه اليوم بما تلبسه بعض النساء من الأحذية ذات الكعب العالي التي تطول به المرأة قال كن يتخذن رجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد يعني يتطاولن بذلك ليبرز وجه المرأة إلى الرجال في المساجد قال فحرم الله عليهن المساجد والأثر يذكر هكذا في الإسرائيليات فإذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول هذا فتمسك به بعضهم لمنع النساء مطلقة وهنا ستحمل قول عائشة رضي الله عنها هذا على ما تحمل عليه قول بلال بن عبد الله بن عمر والله لنمنعهم فما كان اعتراضا على النص لكنهم أولوا ذلك بأن إذن النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ونهيه للرجال عن منعهن كان في زمن لم تشهد فيه الفتنة انتشارا وظهورا أما وقد حصل فإن المنع بقواعد الشريعة أقرب قول هذا تقول عائشة رضي الله عنه لو أنه رأى لمنعهن المساجد هذا التوجيه وقد علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على أثر عائشة هذا رضي الله عنها فقال وفيه نظر يعني أن تجعل أثر عائشة رضي الله عنها دليلا على منع النساء في زماننا هذا أو غيره من الأزمنة تقول عائشة تقول لو أنه رأى لمنع اليوم وقد حصل ما كانت تقوله عائشة رضي الله عنه وزيادة فنمنع ونجعل الأصل المنع طيب وبعدين أين تذهب بالحديث تقول لا الحديث كان محمولا على غير هذا الزمان من يستشهد بقول عائشة رضي الله عنها مستدلا به على تشريع المنع فيخالف مقتضى الحديث فقد وقع في إشكال منهج عندك نص فعطلته وقدمت عليه في العمل أثرا حكته عائشة رضي الله عنها على سبيل الفرضية لو رأى لمنع يقول الحافظ بن حجر فيه نظر إذ لا يترتب على هذا الأثر تعين الحكم لأنها علقته على شرط لا يوجد بناء على ظن ظنته فقالت لو رأى لمنع فيقال في الجواب لم يرى ولم يمنع فامتنع الحكم بهذا الأثر فلا تجعله نصا نعم يستشهد به في فقه الشريعة وإدراك مقاصدها لكن أن يجعل معطلا لنص صريح ثابت في المسألة فلا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله على أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأن كانت ترى المنع ترى المنع قال فقد علم الله ما سيحدثنا فما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في منعهن ولو كان ما أحدثن مستجزما لمنعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى ألم يعلم الله ماذا سيكون بعد زمن النبوة من انتشار الفتن والاختلاط والبهرجة ووقوع الآثام فلماذا لم ينزل نص من صدر الشريعة من زمنها الأول من فجر الإسلام أن تمنع النساء من الخروج إلى الأسواق الجواب أن هذا تحكم في الشريعة ونظر باستدلال غير السديد فلهذا نبه عليه الحافظ رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة هذا ضابط آخر قلنا إذا تطيبت فتمنع ويلحق بالطيب ما في معناه اللباس والحلي وحسن الزينة ثالثا قال المرأة الجميلة المشهورة أن تكون جميلة وأن تكون مشهورة بحيث إذا خرجت عرفت وأن يكون شهرتها وجمالها مدعاة إلى اشتغال الناس بها أو ترقب خروجها أو الجلوس لها في الطرقات هذا القيد أيضا للمرأة الجميلة المشهورة هو استنادا إلى أثر أخرجه الترمذي والنساء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول حتى لا يراها ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف الآخر حتى يراها فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين لكن الحديث فيه نكارة قال ابن كثير رحمه الله هذا الحديث فيه نكارة شديدة ثم رجح كونه من كلام أبي الجوزاء أحد رواة الحديث لا أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عما تضمنه المتن من نكارة فيه إزراء بالصحابة وفيه تعريض بهم بل اتهام صريح بأنهم في الصلاة يتلفتون إلى النساء وينظرون إليهم وهم رضي الله عنهم أجل من ذلك وأعلى قدر فإذا لم يصح الحديث في منع المرأة الجميلة فلا يصح أن يكون قيدل الجميلة وغير الجميلة في الحكم سواء الضابط هو رعاية أحكام الشريعة فإذا تحجبت وتركت الطيبة والزينة واللباس فإنها مأذون لها كسائر النساء نعم هذا قيد الرابع أن الإذن للنساء خاص بصلاة الليل مغرب عشاء وفجر إذا ألحقته بالظلمة وبالتالي يكون قيدا لا يسمح فيه للمرأة بالخروج في صلاة النهار من أين هذا القيد؟ نعم وقد ورد قال وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى قال هو في الصحيحين في البخاري ومسلم نعم في بعض طرقه لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال قد يشعر ليس نصا صريحا في أن يكون قيدا والحديث عند البخاري إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن لكن الحافظة بن حجر رحمه الله كعادته في فتح الباري في جمع الطرق طرق الحديث ورواياته والفاضي قال لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله بالليل فجعل اللفظة بالليل قيدا لا يثبت في الرواية والراجح عدمه ثم أطال في تخريج اللفظ نعم أحسن الله إليكم قال ومما قيل أيضا في تخصيص هذا الحديث ألا يزاحمنا الرجال وهذا من أصول الشريعة العامة إذا خرجت وأذن لها بالإتيان للمسجد فيكون من قيود ذلك ترك الطيب والزينة والحلي وكذا وكذا ومزاحمة الرجال أن تترك ذلك إيش يعني؟ يعني لو أن المسجد مكتظ بالرجال ممتلئ فما الحاجة أن تأتي لي وتزاحم ثم تبحث عن مكان أو تضطر إلى الصلاة عند الباب وفي الطرقات وفي ممر الناس فهذا أيضا من النظر إلى قيود الشريعة لم يأتي في حديث فلا يمنعها إذا لم تزاحم الرجال لكنه مستفاد من قواعد الشريعة ونصوصها العامة فإن المرأة ليس لها كما تقول عائشة ليس لكن أن تحققنا الطريقة يعني أن تجعلنه حقا لكم فتكونون أو تكن في صلب الطريق ومن أدب الشريعة أن تكون المرأة محشومة محفوظة مصونة وفي ذلك من جلال الشريعة وعنايتها بالمرأة ما لا يفقهه إلا أهل الشرف والمرؤة والنبل وأما من فسدت فطرهم وانتكست وتلوثت بلوثة المادية المعاصرة والشهوات التي طغت على بعض النفوس فأثرت فيها فلا ترى لهذه المعاني أثرا ولا تلقي لها بالا نسأل الله السلام أحسن الله إليكم قال وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى مدار ماذا؟ هذا التخصيص تلك القيود والضوابط نعم قال وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى فما اقتباه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث وخص العموم به وفي هذا زيادة وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه هذه مسألة ثانية انتقل لها المصدف رحمه الله وهي غاية في دقة فقه الحديث قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها طيب يقول قيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه الكلام الآن يعني على غير المساجد أما قال في المسجد إذا استأذنتك فلا تمنعها طيب وخروجها إلى غير المسجد الحديث ما تكلم عنه حديث تكلم عن المسجد السؤال لو قالت أريد الخروج إلى السوق إلى بيت أمي إلى جارتنا إلى كذا إلى كذا واستأذنت لمكان آخر فهل له أن يمنعها النظر إلى الحديث ماذا يقتضي قال رحمه الله قيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنعها من الخروج إلا بإذنه من أين؟ قال إذا استأذنت إلى المسجد فلا يمنعها فيكون الأصل المنع مطلقا إلا بإذنه قال فلا يمنعها إذا استأذنت إلى المسجد فلا يمنعها طيب مفهوم المخالفة؟ إذا استأذنت إلى غير المسجد فله أن يمنعها خلاص؟ لأنه قيد عدم منع الرجل للزوجة بالمسجد وغير المسجد له أن يمنعها أخذ بهذه الطريقة الآن يوجه المسألة بعدة توجيهات هذا أحدها مفهوم المخالفة قال إذا استأذنته إلى المسجد فلا يمنعها طيب وإذا استأذنت إلى غير المسجد فله أن يمنعها لكنه ضعيف في الاستدلال بهذه الطريقة ليش؟ قال لأنك أخذت مفهوم المخالفة من كلمة المسجد إذا استأذنت إلى المسجد فقلت فإذا فإن استأذنت لغير المسجد فعملت مفهوم المخالفة في كلمة المسجد وتعلمون أن مفهوم المخالفة أنواع أن يكون شرطا أن يكون صفة أن يكون عددا أن يكون لقبا كهذا والمقصود باللقب أسماء الأعلام الأماكن الأشخاص فإذا جئت إلى اسم شيء فأخذت مفهوم المخالفة لعكسه فقد أعملت مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة وهو أضعف المفاهيم ولا يقول به إلا الشاذ من أقوال أهل العلم فهو مضطرح وبالتالي بناء فقه المسألة على هذا الوجه من الاستدلال وقيل قال وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد عرفت كيف الطريق لأنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعه مفهومه فإذا استأذنته لغير المسجد فله أن يمنعه نعم فقد يعترض قال فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول ويمكن أن يقال هذا توجيه ثاني يجوز للرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته يعني هل له حق المنع أما إلى المساجد فلا ليس له حق المنع طيب غير المساجد له حق المنع ما الدليل إن أعملت مفهوم المخالفة في قولي إلى المسجد مر بك أنه استدلال لا يقوى طيب الوجه الثاني ولو يمكن أن يقال في هذا إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم فيبقى ما عداه على المنع وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد تقرير الثاني هذا أو التوجيه الثاني يقول الأصل المتقرر المعتاد المستمر في زمنهم أن الرجل حاكم من صور هذا الحق للرجل وهو الخروج إلى المسجد فكأنه قال له لك الحق أن تمنعها أو أبقاهم على ما هم يعني فقال له إلا هذا إذا استأذنتك إلى المسجد فلا تمنعه طيب وغير المسجد يبقى على أصله الذي هو حق الرجل في منعها قال فيبقى ما عداه على المنع وعلق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز جواز خروج المرأة وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم فيبقى ما عداه على المنع وعندئذ لن يكون هذا استدلالا بمفهوم المخالفة وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد يعني ليس من مفهوم المخالفة بل من أين؟ من الأصل المتقرر طبعا إذا سلم هذا التقرير أن الأصل والعرف المستقر في عهد الوحي والتنزيل منع النساء أو حق الرجال في منع النساء من الخروج هذا وجه ثاني ذكره في الاستدلال للمسألة هذا وجه ثالث هل للرجل أن يمنع زوجته إذا استأذنت لغير المسجد هل له حق المنع إن قلت نعم فما الدليل تقدم وجهان وهذا الثالث قال ويمكن أن يقال فيه وجه آخر وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله يعني شوف كيف عبر في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله يقصد نساءكم لا تمنعهن المساجد لكن لماذا اختيار هذا التعبير؟ قال فيه إلماحة إلى المعنى الذي بني عليه الحكم وهما يسميه الوصوليون الإشارة إلى العلة وليس التصريح بها التنبيه إلى العلة وليس التصريح بها يأتي مضمنا في اللفظ في السياق يريد أن يقول لك هي أمة لله والمسجد بيت الله ولأنها أمة الله والمسجد بيت الله فثمت مناسبة بين كونها أمة لله تأتي بيت الله فلا تمنعها طيب إذا اتفقنا على أن هذا إشارة إلى العلة فبناء الحكم لا تمنع كان على هذا العلة على هذا الوصف على هذا المعنى طيب فإذا انتفى هذا الوصف إذا انتفى هذا التعليم إذا انتفى هذا المعنى فمن حقك أن تمنع لأنه إنما قال لك لا تمنعها إذا ذهبت إلى المسجد فليس مفهوم مخالفة لا هو نظر إلى المعنى إلى الوصف المناسب للحكم والحكم إذا علق بصفة أو بعلة أو بمعنى دار معها وجودا وعدم فإذا وجد الوصف أمة لله تريد بيت الله وجد الحكم وإذا انتفى الوصف أمة الله تريد السوق تريد اجتماع النساء الحي تريد زيارة كذا لم يتحقق الوصف فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم وهو لا تمنعوهن مساجد الله نعم قال ويمكن أن يقال فيه وجه آخر وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعو إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله ولهذا كانت تعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز فإذا انتفى انتفى الحكم لأن الحكم يزول بزوال علته والمراد بالانتفاء هاهنا انتفاء الخروج إلى المساجد أي للصلاة فإذا انتفى خروجهن إلى المساجد انتفى نهي الرجال عن منعهن فيجوز لهم منعهن نعم أحسن الله إليكم قال وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل بهواه هذه آخر مسألة وحكم علق عليه الشارح رحمه الله مما أخذ من فقه الحديث موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في إجلال السنة وتعظيمها وهو المعروف عنه رضي الله عنه من بين سائل الصحابة رضي الله عنهم جميعا وقد عرف عن كلهم تعظيم السنة وإجلال السنة وحبها ورفع رايتها والحرص عليها وتطبيقها وتوريثها للأجيال عرف عن جميعهم هذا لكن ابن عمر رضي الله عنهما هو آكد من غيره من الصحابة فيما أثر عنه من العناية بهذا المعنى حتى قال مولاه نافع لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله عنهما في شدة تحريه وتأسيه بالسنة يعني لقلت هذا مجنون من شدة ما عرف عنه رضي الله عنه في تحر السنة وتقفيها والبحث عنها والتكلف الذي لا يطيقه إلا قلب ملئ بحب السنة وحب صاحبها عليه الصلاة والسلام ورواياته في هذا كثير وشأنه في هذا عظيم فلأنه صاحب هذا المقام العظيم الرفيع من مقامات تعظيم الوحي وإجلال السنة وتوقيرها كان له هذا الموقف الحازم مع أحد أولاده وهو يعلم أنه ما يقوله اعتراضاً على السنة لا فإن ابنه من تربيته وقد تربى على تعظيم الشريعة وعلى تطبيق السنة لكن تأويل موقفهما مر بك قريب من قول عائشة رضي الله عنها لو شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بعده لما نعهن فهو من هذا الباب لا غير ومع ذلك فأبى رضي الله عنه أن يكون لابنه هذا الموقف الذي فيه شيء من التراجع أو التأخر أو الإبطاء فضلاً عن تقديم الرأي على السنة الثابتة نعم وأخذ قال وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل بهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً في تغيير المنكر وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي كل هذه مستقات من هذا الموقف العظيم لابن عمر رضي الله عنهما ولم يكن وحده في هذا الباب بل أثر أيضاً عن عبد الله بن موفل رضي الله عنه كذلك أنه حدث ذات يوم في مجلس وفيه أحد أولاده بحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف بالحصى أن يرميها أن يرمي بحصى الخذف وهو أن يجعل الحصى الصغيرة بين طرف إبهامه وسببته فيرمي بها هكذا ونحدث بنهي النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها تفقأ العين وتكسر السن فبينما وفي المجلس عبث بعض بنيه فأخذ بحصى الخذف فرمى بها فالتفت إليه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفعل فغضب عليه وعنفه وجاء في بعض الألفاظ الرواية أنه أمر بإخراجه وطرده من المجلس وأنه قال في بعض الرواية لا يجمعني سقف بيني وبينك لا أجتمع وإياك تحت سقف هذا الموقف العظيم من الصحابة رضي الله عنهم وقد أخرج الدارمي في مسنده في باب حافل في تعظيم السنة عددا من الروايات التي تقطر تعظيما للوحي وتأدبا معه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله فقال بلال بن عبد الله هذه رواية بن شهاب هذه رواية بن شهاب عن سالم بن عبد الله وفي رواية وارقاء عن عمر عن مجاهد عن ابن عمر فقال ابن له يقال له واقد ولعبد الله بن عمر أبناء منهم بلال ومنهم واقد لأن أشار إلى الخلاف في روايات الصحيحين فأما البخاري رحمه الله تعالى فكما يقول الحافظ ابن حجر لما ذكر بلالا وواقدا قال يقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر رجح الحافظ ابن حجر أن تكون القصة قد وقعت من كل واحد من الابنين من واقد مرة ومن بلال مرة فجمع في الروايات ما يتعلق بهما قال المصنف لعبد الله بن عمر أبناء منهم بلال ومنهم واقد في أثر اعتراض بلال ابن عبد الله لما قال إذن يتخذنه دغلا يعني قال والله لنمنعهن وجه منعهن بأن النساء إذا أذن لهن ذلك أن يكون هذا مدعاة إلى طرق الشيطان وخطواته فيكون مدخلا للفساد قال إذن يتخذنه دغلا فعلى كل حال يقول الحافظ ابن حجر إن كانت الرواية محفوظة في تسمية واقد يعني في رواية مسلم فيحتمل أن يكون من كل من بلال وواقد وقوع ذلك إما في المجلس نفسه وإما في مجلسين فأجاب ابن عمر رضي الله عنهما كل منهما بجواب يليق به قال ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر ففي رواية بلال فأقبل عليه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وفي رواية أحمد فانتهره وقال أف لك في رواية مسلم عن أبي معاوية فزبره في رواية أبي داود فسبه وغضب يقول الحافظ ابن حجر فيحتمل أن يكون بلال هو البادئ بالاعتراض فأجابه بالسب المفسر باللعن ويكون واقد فأجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره وكأن السر ذكر أن بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر للمخالفة وجهه فوافقه واقد لكن ذكرها بقول إذن يتخذنه دغلا وعند أحمد في رواية سعيد عن الأعمش فقال سالم أو بعض بنيه من سالم ابن عبد الله بن عمر قال والله لا ندعوهن يتخذنه دغلا ففيها أيضا إشارة إلى أنه سالم أو غيره لكن الحافظة قال هي رواية مرجوحة تم كلام المصنف رحمه الله على الحديث وقبل الانتقال إلى الحديثين الأخيرين تطبيقات الأصولية كالمعتاد في الحديث قال إذا استأذنت أداة شرط تفيد ترتب الجواب على فعل الشرط إيش يعني أين فعل الشرط استأذنت أين الجواب فلا يمنعها إذن متى يتحقق النهي لا يمنعها إذا استأذنت فهو إذن شرط وهذا معناه ودلالته أيضا تقدم مرارا أن أداة الشرط هذه تفيد العموم عموم ماذا عموم الزمان إذا استأذنت في أي وقت استأذنت المرأة زوجها للخروج إلى المسجد فلا يمنعها فإن لم تستأذن فله المنع وهذا أيضا من مفهوم الشرط في الحديث أيضا جمل من صيغ العموم منها أحدكم ما صيغة العموم الإضافة إلى الضمير أحدكم يعني أي واحد منكم فيشمل الجميع وأيضا امرأته امرأة كل واحد منكم فإنه أيضا من صيغ العموم ومنها أيضا إلى المسجد المسجد أي مسجد فيصدق على عامة المساجد وليس المقصود به المعهود من مسجده عليه الصلاة والسلام خاصة فلا يمنعها وجاء أيضا في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله أيضا صيغ عموم عموم جمع مضاف إماء أضيف إلى لفظ الجلالة وكذلك مساجد أضيفت إلى لفظ الجلالة إماء الله مساجد الله منصوبان على المفعولية لأنه ينصب مفعولين كما تقول منعتك الكلام الكلام والطعام والسؤال والضحك فالمفعول الأول هو الضمير الثاني ما منع منه الكلام أو الطعام أو السؤال في الحديث أيضا يا كرام من الفوائد واللطائف المتعلقة به فيما ذكر ابن الملقين رحمه الله إذا استأذنت أحدكم امرأته يقال في اللغة يقال امرأة ومرأة ومرأة كل ذلك صحيح لغة فإذا أتيت بهمزة الوصل قلت امرأة وإذا استغنيت عن همزة الوصل فتحت الساكنة فقلت مرأة وإذا سهلت فحدفت الهمزة قلت مرأة وهو مما يدرج على ألسنة الناس اليوم وأيضا قال من الفوائد فيه لغة المسجد بالجيم وبليا وهي أيضا لغة دارجة عند جملة من القبائل في جزيرة العرب يقولون مسجد ومسجد بالياء بدل الجيم لاشتراكها معها في المخرج نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء هذه كم ركعة عشرة ثنتين قبل الظهر ثنتين بعدها ثنتين بعد الجمعة ثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء أين سنة الفجر ما ذكرت طيب فهل نسيها ابن عمر فلماذا لم يذكرها ويقول صليت معا وسيأتيك هل معناها أن يصل معه جماعة هل كان يصلي السنن جماعة لا الشيخة صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام شاركته في صلاة هذه السنن طيب والفجر سنة الفجر كان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم ولهذا عقب المصنف هذه الرواية بحديث عائشة الآتي في سنة الفجر نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها طيب فإذا أضفت الركعتين هذه إلى العشرة الأولى صار المجموع ثمت عشرة ركعة فإذا قلت سنة الجمعة ليست يومية فأخرجتها فصار المجموع أيضا عشرة ركعات سأتيك الكلام على خلاف العدد هذا الحديث ما دلالته حديث عن ماذا يتكلم السنة للرواتب طيب ونحن في أي باب باب فضل الجماعة ووجوبها فما علاقة الحديث بالباب ما علاقة الحديث بالباب الكلام على فضل الجماعة ثم يتحدث عن السنة للرواتب السنة للرواتب تصلى جماعة دعي المفروضات الحديث عن السنة للرواتب فلماذا جاء به المصنفوها طيب هو السؤال لا يزال قائما ما علاقة الحديث بالباب الحديث الباب يتكلم عن فضل الجماعة ووجوب الجماعة وأحكام الجماعة السنة للرواتب لا علاقة لها طيب هو جميل منكم أن تحاولوا في التماس وجهه لكن لا وجه له وسيأتي كلام المصنف رحمه الله في آخر شرحه على الحديث أنه يقول ما له وجه إلا أنه نظر إلى قول ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا ليس محمول على أنه صلى معه جماعة فقال هذا محاولة الالتماس الوجه ذكر المعية التي قد تكون معية زمان أو معية مكان وما هذا فقال فليلتمس له وجه كما سيأتي في آخر الحديث طيب هذا الحديث إذن في السنة للرواتب وقد عدها البخاري في صحيحه من رواية ابن عمر عشر قال ابن عمر رضي الله عنهما في رواية البخاري حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد النغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح اختلفت الروايات في تعداد الركعات وفي وصفها وفي عددها كما سيشير المصنف الآن رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها ويدل على هذا العدد منها وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب يعني يتكلم الآن عن حكمة تشريع صلاة النافلة مع الفريضة يعني لماذا حثت الشريعة وشرعت لنا السنن الرواتب القبلية والبعدية قال وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع إذن هو تهيئة للنفس قبل الدخول في الفريضة من خلال السنة القبلية هو عامة نهاره في الضحى وعند ارتفاع النهار في طلب المعاش في السوق في الوظيفة فيغلب على النفس لانغماس في هذه الأمور فإذا جاء إلى الصلاة شرع له أن يصدي سنة يحضر فيها نفسه يهيئها للفرض لتكون في الفريضة على أتم أحوالها وهذا ملاحظ فينا كلنا يا كرام ملاحظ فينا كلنا أحدنا إذا جاء إلى المسجد ولنضرب مثالا بصلاة الظهر لأنها التي تأتي في وقت الدراسة والعمل والوظائف والحركة ودب الناس في الطرقات لطلب المعاش فرق بين من يأتي إلى صلاة الظهر على الإقامة ليشهد صلاة الفريضة مباشرة وبين من يسبق ذلك بدقائق فيدخل المسجد فيصلي ركعتين فيدعو ويقرأ ما تيسر فحضور قلبه في الفرض أقرب من صاحبه الذي جاء إلى الفرض مباشرة نعم فيذا قدمت السنن قال فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة قال فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه لا سيما إذا كثر أو طال وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه علق الصنعان رحمه الله على هذا التوجيه بتأييده وذكر بعض ما يتعلق بمعاني هذا الوصف المذكور قال هذه مناسبة واضحة إلا في تقديم سنة الفجر على صلاة الفجر ما يتحقق في هذا المعنى ليش؟ قال لأنها بعد صلاة السحر يعني الأصل في من قام آخر الليل صلى ما تيسر له ثم يدركه الفجر فهلو آت من الدنيا ومشاغلها وصوارفها ليقبل قال بالعكس هو كان في ذروة المناجات والتضرع والخشوع ربما البكاء والخضوع قال رحمه الله إلا في تقديم سنة الفجر بعد صلاة السحر فإنه قد تكيف قلبه بأحسن أحواله بما أتى به من نوافل الأسحار إن كان له قلب وإن لم تفده تلك النوافل إقبالا لم تفده نافلة الفجر بتقديمها قال فحمل على الأغلب يعني كلام المصنف رحمه الله محمول على الأغلب وحكمة نافلة الفجر قبل فريضته المحافظة على أنه لا نافلة بعد الفجر فلأنه يدخل وقت النهي فقدمت نافلتها قبلها والله أعلم نعم أحسن الله إليكم قال وأما السنن المتأخرة فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض السؤال هل هناك دليل على أن النفل يجبر نقص الفريضة نعم وأشار الشارح أيضا إلى ذلك باختصار وبالإشارة وهو الحديث الذي أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث تميم الداري أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت تامة وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع تكملون به فريضته قال والزكاة كذلك ويأخذ سائر عمله بحسب ذلك وفي معناه أيضا جملة من الأحاديث التي تدل على أن النوافل تجبر نقص الفرائض طيب السؤال الثاني قال السنن المتأخرة النوافل جابرة لنقصان الفرائض السؤال الثاني هل هذا الجبر فقط في السنن المتأخرة أو حتى السنن القبلية حتى السنن القبلية فلا يتمحض هذا وجها للسنن المتأخرة البعدية فقط لكنه أشار المصنف بقوله فإذا وقع الفرض قال فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع أشار إلى أن السنة البعدية تحصل وقد فرغ من الفريضة أليس كذلك فإذن حساب الفريضة أو أجر الفريضة قد تقرر لأنه قد فرغ منها فعندئذ سيكون حكم النافلة البعدية مبنيا على ما حصل منه من ثواب الفريضة التي حصلها فتكون النافلة البعدية أحق بجبر الخلل والنقصان الذي حصل في الفريضة وإن كان لا يختص بها بل حتى النوافل القبلية لعموم الأحاديث في ذلك والله أعلم نعم هذه مسألة سيفيض فيها المصنف بكلام نفيس وله تقرير وتقعيد ومحرر نافع قال اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب الآن عندنا حديث الباب حديث ابن عمر ذكر عشر ركعات وفي صحيح المخالي قال حفظت عشر ركعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضى الروايات الواردة في السنن التي تصلى قبل الفرائض وبعدها ما يتجاوز هذه العشرة أحاديث صحاح فلذلك اختلف مواقف الفقهاء في التعامل معها من ذلك مثلا ما أشار إليه عدد من شراح الحديث في جملة من الروايات التي ثبت بها غير هذه العشرة منها مثلا حديث صحيح البخاري عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر ستقول هو ركعتين قبل الظهر طب هي تقول أربع وفي السنن أيضا عن عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعدها حتى لا تقول هذه سنن غير راتبة كان يحافظ على أدائها بعد الصلاة إن لم يصليها قبل عند الترمذي من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول هذه ليست سنة الظهر وتأولها بتأويل نسب السنة إلى الفريضة بإيقاعها قبلها وبعدها أم حبيبة رضي الله عنها في روايتها سردت هذه الركعات الأربع التي قبل الظهر ضمن العشرة وجعلتها اثنتي عشرة ركعة وذكرت ما ذكر ابن عمر وزادت ركعتين على التي قبل الظهر فصارت أربعا في حديث ابن عمر أيضا في السنن رحم الله مرأن صلى قبل العصر أربعا والحديث عند ابن حبان أيضا في صحيحه هذا عصر أربع ركعات وليس في حديث ابن عمر ولا حديث عائشة ولا حديث أم حبيبة رضي الله عن الجميع في الصحيحين أيضا صلوا قبل المغر بركعتين صلوا قبل المغر بركعتين قال في الثالثة صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء وراء الصحابة يصلونها فأقرها عليهم والسنن كما تثبت قولا تثبت فعلا وإقرارا فالكل سنة طيب هو يقول صلوا قبل المغرب فما الفرق بين هذا وبأن يقول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الركعتين قبل المغرب غير الركعتين التي بعدها سنة الفجر لها خاصية نعم وهو أنه لم يتركها عليه الصلاة والسلام سفرا ولا حضرا فمجموع تلك الأحاديث كما قال المصنف رحمه الله اختلفت الأحاديث مثله أيضا ما أخرج الطبراني وفي الأوسط أربع قبل الظهر كأربع بعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر والحديث قال فيه الهيثمي رواه الطبراني وفي الأوسط فيه يحيى بن عقبة وهو ضعيف جدا فتعددت الروايات فنظر العلماء ولهم في ذلك مواقف منهم من قال ما اقتصر عليه العدد في الروايات الأصح فهي السنن الرواتب التي اجتمع عليها رواية عدد من الصحابة وحمدوا ما عداه على السنن غير الرواتب كسنة العصري الأربع الركعتين التي قبلها والركعتين الزائدة التي قبل الظهر والركعتين التي قبل المغرب والأربع التي بعد العشاء فجعلوا الأصل ما اتفقت عليه وجعلوا الزيادة سننا غير راتبة وإجابات أخرى كما سيقول المصنفون الآن في بيان تقعيد المسألة احسن الله اريكم قال رحمه الله وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب والمروي عن مالك أنه لا توقيت في ذلك قال ابن القاسم صاحبه وإنما يوقت في هذا أهل العراق ما يعني لا يوقت مالك في ذلك لا يرى تحديد عدد السنن الرواتب فإذا قيل له كم عدد ركعات السنن الرواتب قال كل ذلك سنن فأيما حديث وردت به الرواية الصحيحة في شيء من السنن يصلى قبل الفريضة أو بعدها فلا يقيد السنن الرواتب بعشر ولا بثنتي عشرة ولا بأربع عشرة المريو عن مالك رحمه الله أنه كان لا يوقت في ذلك قال ابن القاسم صاحبه وإنما يوقت في ذلك أهل العراقي أحسن الله إليكم قال والحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة من هنا سيقرر ابن دقيق العيد رحمه الله اجتهادا منه تحريرا لمسألة الموقف من التعامل مع النصوص التي وردت فيها فضائل الأعمال كيف نتعامل معها كلام نفس نقله عامة من جاء بعده كابن الملقن رحمه الله وتلميذه الحافظ بن حجر في فتح الباري ومن جاء بعده أفادوا منه فمن معقب ومن مقرر لكلامه لكنه حاول أن يضبط المسألة وقال في آخره وذلك أيضا مما يعسر ضبطه بتقعيد منضبط مضطرد لكنها محاولات فيها كثير من التحرير نعم والحق قال والحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه ثم تختلف مراتب ذلك المستحب الأصل ثبوت الدليل إما في العدد أو في الهيئة أو في الصفة إذا ثبت ولا يتكلم الآن على السنن الرواتب يتكلم عن نوافل العبادات التطوعات صلاة صيام قيام قراءة قرآن صدقة إثبات فضيلة لعمل صالح أي أن كان بابه في أبواب العبادات ما الموقف يقول ما ورد فيه أحاديث إن كان صحيحا دل على استحباب عدد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به ثم هو مراتب لذي قال عدد أو هيئة أو نافلة من النوافل أراد رحمه الله لو كان العدد مثل هذا عشر ركعات أو كان يتكلم عن هيئة هيئة طاعة من الطاعات مثل صفة الخروج إلى العيد صفة اللباس في الاستسقاء وقلب الرداء هذه هيئة الحديث ما يتكلم عن صفة صلاة الاستسقاء عن هيئة فيها وهي قلب الرداء تحويل الرداء حال الخطبة التجمل لإتيان لصلاة الجمعة والأعياد ولبس أحسن الثيام هذه هيئات لا تتعلق بصميم العبادة أو بأصل فعلها بل بهيئة في أدائها قال أو نافلة من النوافل يعني يتكلم إما عدد في تلك العبادات أو إثبات أصل تلك النوافل في استحبابها أو عدم يقول إن ثبت به حديث صحيح يعمل به في استحبابه ثم هو مراتب كل دليل يدل على مشروعية وفضيلة عمل وعبادة يثبت أصل الاستحباب ثم يكون ذلك الاستحباب على مراتب قال فما كان الدليل دالا على تأكده إما بملازمته فعلا أو بكثرة فعله وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه وإما بمعاضدة حديث آخر له أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب طيب هذه الرتبة الأعلى في استحباب العبادات التي تأتي فيها الأحاديث العبادات المستحبة ما هي؟ يقول كل عبادة تأكد فعله وعطاك أربع وجوه للتأكيد أولا ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام لفعل تلك الطاعة على ماذا يدل؟ على شدة الاستحباب ليش ما نقول بالوجوب؟ لأن الوجوب يحتاج إلى دليل على الإيجاب نحن نتكلم على النوافل الطاعات يعني صيام النافلة وصلاة النافلة فإذا ثبت شيء من ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام كان آكد في الاستحباب مثل ماذا؟ السنن الرواتب كان يحافظ عليها وآكدها سنة الفجر مثل صلاة الويتر فإنه كان يحافظ عليها هذا يدل التأكد بملازمة الفعل المؤكد الثاني كثرة الفعل وإن لم يلازمه لكنه كان كثيرا ما يفعله تقول عائشة رضي الله عنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم مع حثه على نوافل الصيام فتكون نافلة الصيام أو صيام التطوع من العبادات المستحبة استحبابا شديدا هل نقول لملازمته؟ لا لكثرة فعله صلى الله عليه وسلم إذن هذا أقل رتبة من الأول وكلاهما اجتمع فيه استحباب القول مع الفعل حث على الصيام وكان يصوم كثيرا حث على السنن الرواتب وكان يحافظ عليها الوجه الثالث قوة دلالة اللفظ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها الوتر حق على كل مسلم أوتروا يا أهل القرآن الفا فيها تأكيد فتكتسب أيضا من شدة الاستحباب أكثر من غيرها مما هو دونها في الرتبة قال رحمه الله أو بمعابدة حديث آخر له أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب يعني يأتيك بأكثر من حديث بأكثر من رواية بأكثر من صيغة فيتأكد أيضا رتبة هذا العمل في الاستحباب طيب هذه أول المراتب قال وما نقص عن ذلك كان بعده في المرتبة كيف يعني نقص؟ يكون فيه الحث القولي وليس فيه ملازمة للفعل وليس فيه كثرة لفعله عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر عنه أنه كان يحافظ عليه باستمرار يعني أقل رتبة من سابقه نعم وَلَوَ مَا وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ لَا يَنْتَهِ إِلَى الصِّحَّةِ فَإِنْ كَانَ حَسَنًا عُمِلَ بِهِ إِلَّمْ يُعَارِضْهُ صَحِيحٌ أَقْوَى مِنْهِ انتقلنا إلى درجة أخرى في الروايات ليس حديثا صحيحا بل حسنا والحسن أيضا مما يحتج به لكنه أقل قوة من الصحيح وأدنى رتبة قال فإن كان حسنا عمل به بقيد ألا يعارضه ما هو أقوى منه فإن كان حسنا فعارضه صحيح أو صحيح عارضه صحيح أقوى منه أيضا كان هذا مدعاة إلى ما سيشير إليه فإن كان حسنا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه يؤكد اللفظ أو لم يؤكد اللفظ في طلبه الصحيح الآن قسمين صحيح رواية صحيحة وعضدها الفعل أو تأكد الحكم أو أحاديث معنا هذه أعلى درجة ماذا يليها؟ الصحيح الخالي عما يعضده ثم ماذا؟ إن كانت مرتبة ناقصة عن هذه الثانية الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد هو صحيح أو حسن ومحتج به لكنه في الرتبة ليس في قوة يعني مثلا صلوا قبل المغرب ثلاثا لماذا قالوا هو أقل درجة من صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وبعد العشاء لم يشهد له في حرصه وفعله واستدامته كما شهد للسنن الرواتب فلهذا قالوا هو أقل رتبة منه نعم قال وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع طيب انتهينا من الصحيح والحسن والصحيح الذي عضد وتقوى والصحيح الذي لم يعضده انتقل إلى ماذا؟ إلى الحديث الضعيف هل يستشهد بالحديث الضعيف في إثبات النوافل والمستحبات وما يعممه بعض العلماء بقولهم فضائل الأعمال والفضائل أعم يعني قد تكون فضيلة لشيء لكن كلام مصنف على النوافل والمستحبات والتطوعات كالصلاة والصيام والصدقة ونحوها هل تثبت بالحديث الضعيف قيد لك قيدا مهما قال ما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع هذا قيد أما الموضوع فلا يلتفت إليه كيف وهو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الضعيف الذي لا يزال فيه بقية متماسكة لأن الضعيف إذا تعدد الطرقه قد يرتقي إلى الحسن فقال أما الضعيف الذي لا يدخل في حيز الموضوع وقسمه لك قسمين حديث ضعيف يفيدك مشروعية لعبادة تكون شعارا في الدين وحديث ضعيف آخر يدلك على فضيلة عمل ليست من شعائر الدين إيش الفرق قال لا يا أخي الكريم شعائر الدين لا تثبت بالأحاديث الضعيفة فإن جاء في بعض شعائر الدين كالعيدين والجمع وجاء فيها حديث ضعيف توقفنا وما كان دون ذلك فسيأتيك إشارة مصنف إليه وما كان ضعيفا قال وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع منه وإن لم يحدث فهو محل نظر فإن كان هذا الحديث الضعيف الذي لم يبلغ درجة الموضوع إن كان يدل على شيء ما يحدث شعارا من شعائر الدين منع منه لا يعمل به ولا يلتفت إليه وإن لم يحدث يعني ما كان دون ذلك قال فيحتمل أن يقال إنه يدل على الاستحباب لدخوله مع العمومات الأخرى ويحتمل التوقف ويقال لا هذه عبادة ولا يثبت عندنا فيها حديث حجة فنصرف النظر عنه وإن لم يحدث قال وإن لم يحدث فهو محل نظر يحتمل أن يقال إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا أقرب والله أعلم مثال ذلك القنوت والدعاء بالقرآن في صلاة الفجر عقب الركعة الثانية طيب لا نتكلم على أصل المشروعية فإن فيها أحاديث لكن استحباب القنوت بأدعية من القرآن في الركعة الثانية من صلاة الفجر ليش نقول هذا لأن هذا محل دعاء طيب ولأن تخصيص الذكر ومحل الدعاء خصوصية طيب لو جاء أنا حديث ضعيف أن هذا من محل الدعاء ويكون بأدعية القرآن فأنت تتل القرآن في مكان ليس موضع تلاوة للقرآن فهل تقول إن ثبت الحديث الضعيف وأن النهي عن قراءة القرآن جاء في الركوع والسجود خاصة وهذا لا يدخله النهي وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في الجملة بعد الرفع من الركوع وأدعية القرآن من جملة الأدعية فأنت تستند إلى العمومات قال هذا يحتمل فمن جوز ذلك واستحبه إيش يقول يقول هذه عمومات دلت عليها فتدل على الاستحباب في الجملة ويحتمل أن يقول لا هذا تخصيص لحال أو لوقت بصفة أو بنوع من العبادة يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه قال المصنف وهذا أقرب والله أعلم فيميل المصنف أيضا إلى أن الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها حتى ولو لم تحدث شعارا في الدين فإن العبادات مبنىها على التوقيف فيتوقف على ما ثبت النص فيه وهذا مجرد مثال لتقريب الصورة في تقسيم المصنف للصور رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله وها هنا تنبيهات الأول أن حيث قلنا في الحديث الضعيف إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات ممتاز هذه قيود مهمة يعني حتى من يقول إن الحديث الضعيف يحتج به ويستفاد منه استحبابه بعض الصلوات أو التطوعات أو النوافل قال فهذا له قيد وشرط أن لا يقوم دليل أخص منه على المنع من تلك العمومات قد تقول دلت العمومات على استحباب الصلاة وقيام الليل وأتاك بمثال الصلاة المذكورة قال مثاله الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث ولا حسن فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبح أي عمومات عموم الحث على الصلاة عموم فضل قيام الليل عموم فضل التطوع بالركعات أعني على نفسك بكثرة السجود العمومات تلك لا تأتي وتستدل بها على صلاة مخصوصة بعينها بوقت وبصفة وبعدد فتقول الذي يدل على استحبابها تأتيني بحديث ضعيف قال رحمه الله الشرط أن لا يقوم دليل على المنع أخص من تلك العمومات طيب مثاله قال مثاله الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث أخرج الغزالي فيه حديثا عن جابر رضي الله عنه من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة فكأنما عبد الله اثنتي عشرة سنة صام نهارها وقام ليلها قال العراقي في تخريجه باطل لا أصل له ولا يصح في صلاة أيام الأسبوع ولياليه شيء نعم قال مثاله الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث ولا حسن فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة فضيلة مطلق الصلاة لا يقابلها هذا النهي الخاص يشير إلى حديث مسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ثم هذا يقول لك لكن أول جمعة من رجب طيب يقابله نهي أخص تقول حديث ضعيف لكن عمومات استحباب الصلاة تقويه لما تقويه وعندي نهي خاص عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة فضلا عن أن صلاة الرغائب التي تذكر في أول جمعة من الرجب وكذلك في النصف من شعباء أيضا مما أطبق العلماء المحققون المحدثون وفقها على تضعيفها صلاة الرغائب اتفق الحفاظ على أن الحديث فيها موضوع وخالف في ذلك عدد قليل كابن الصلاح رحم الله الجميع لكن حكم بوضعها والكذب فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد غير قليل لأيما ابن الجوزي في الموضوعات شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الحافظ العراقي حتى قال النووي في شرحه على صحيح مسلم قاتل الله واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة وقد صنف جماعة من الآئمة مصنفات نفيسة في تنقيحها وفي تقبيحها وتضليل مصليها ومهتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر شددوا النكير في إثبات مثل هذه العبادات التي لا يدل عليها حديث صحيح قال الثاني أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة فهذا هو الذي قلنا باحتماله يقول هذا تنبيه ثاني أما قلنا إن الحديث الضعيف يمكن أن يحتج به فيما لم يكن شعارا للدين على أحد الوجهين أن يقال إنه يستشهد له بعمومات النصوص التي تدل على فضيلة العمل قال إن هنا قيد مهم أن يكون مندرجا في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء لكأنه يقول لك فرق بين أن تثبت أصل المشروعية باستحباب الفعل بذلك الحديث الضعيف فإنه لا يقوى عليه وهما يعبر عنه بعضهم بقيود العمل بالحديث الضعيف أن لا يكون أصلا مستقلا في إثبات المشروعية بل يشهد لأصله في الجملة أحاديث صحاه فيكون هو معضدا ويكون شاهدا أو يكون الحديث الضعيف في بيان هيئة تتعلق بما ثبت أصل مشروعيته واستحبابه قال نريد به في الفعل يعني في الصفة لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة لماذا؟ قال لأن الحكم بالاستحباب يحتاج دليلا شرعيا ولابد بخلاف إذا ما فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت فهذا الذي قلنا باحتماله أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثالث قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين يعني لا يكون العمل بالحديث الضعيف مقبولا إذا كان سيؤدي إلى إحداث شعيرة من شعائر الدين ومثاله ومثاله ما أحدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا نعم والمقصود بعيد الغدير غدير خم الذي ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل فيه مرجعه من حجه عام حجة الوداع وكان ذلك يوم الثامن عشر من ذي الحجة فإنه ارتحل من مكة عليه الصلاة والسلام صبيحة الرابعة عشر من ذي الحجة وفي الطريق نزل في مكان يقال له غدير خم وأوافق ذلك يوم الثامن عشر وخطب فيه بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه والحديث أخرجه أحمد وغيره والمقصود أن الرافضة جعلوا هذا الموضع عيدا وهذا الزمان عيدا ويسمونه عيد الغدير يظهرون فيه ثياب الزينة لأنه ثبت فيه منقبة وفضيلة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه ويجعلونه من جملة ما استشهدوا به على حقيته بالخلافة ثم ما زوروه من نسبة الظلم إلى الصحابة رضي الله عنهم في انتزاع الخليفة من علي رضي الله عنه وتآمرهم حاشاهم على ذلك ونزعهم الخلافة منه وحرمانهم من الحق إلى آخر ما يزورونه في الرواية وفي التاريخ وما اعتقدوه من الأحكام فعلى كل قال رحمه الله مثال ذلك ما أحدثه الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير والاجتماع فيه وإقامة شعاره وهذا في وقت مخصوص لم يثبت به النص شرعا فسواء كان هذا في غديري خم أو في غيري فماذا لو أحدث بعض المنتسبين إلى الإسلام عيدا أو اجتماعا ومحفلا يوم معين من السنة يحضرون فيه ضريح ولي من الأولياء أو قبر من القبور لمولد فلان ولمشهد فلان فيأتي إليه الناس ويحجون إليه ويجتمع فيه الألوف المؤلفة فيجتمعون وتقام فيه مظاهر الفرح والسرور والطعام والشراب ونصب الموائد والتقديم القرابين فضلا عما يقع بين ذلك أيضا من المنكرات والأخطاء وعدد من المخالفات الشرعية فمثل هذا يقال ولو جئ فيه بأحاديث ضعاف لإثبات ذلك فإنها إن أظهرت شعارا جديدا في الدين فليس في ديننا ما تغيب عنه المصوص الصريحة في إثبات شعائره فإن زعم أن هذا هو الدليل مع ضعفه الذي لا يتماسك في إثبات هذا فإن هذا لا يصلح أصلا له وحتى المثال الذي ذكره المصنف بغدير خم وغيرها من الأعياد لا يثبت فيها حديث صحيح أصلا ولا ضعيف وإنما هو ابتداع نسبوه إلى تعليل جاء في حديث صحيح نعم السلام عليكم قال رحمه الله وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع زاعما أنه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقيم لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف تخصيص العبادة المشروعة بأصلها التي شرعت بأصلها تخصيصها بوصف أو هيئة أو عدد أو حال يحتاج إلى دليل ولا يكتفى بأصل المشروعية فيه فلو قال قائل نذكر الله عز وجل بصيغة معينة وأتانا بحوقلة ممزوجة مع استغفار مع استرجاع مع صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة بصياغة محددة وبعدد محدد وقال تقولها بعد الفجر عشرين مرة وبعد الظهر ثلاثين مرة والعصر أربعين والمغرب ستين مثلا هكذا فأعطانا صيغة محددة وعددا محددا فقلنا لهم الدليل الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وأتك بعمومات قال يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال فيذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وأتك بعمومات هذا لا يكفي فإذا قلت لو هذا إحداث وهذا خطأ قال لك ومتى كان ذكر الله بدعة ومتى كان الذكر وقراءة الكرآن والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مستنكرا فيقال له يا أخي الكريم الكلام عن البدعة كما قسمها الشاطب رحمه الله وأبدع في تقسيمها إلى بدعة حقيقية وإضافية الحقيقية البدعة التي ابتدعت ولا أصل لها فإحداثها بدعة ظاهرة وأما البدعة الإضافية فهي العبادة المشروعة بأصلها لا بوصفها يعني ذكر الله مشروعا بأصله لكن الوصف أن تخصص لي العبادة بعدد معين أو صفة معينة أو هيئة معينة أو زمان معين أو مكان معين لا دليل فيه على ذلك التعيين يجعلها بدعة لا في أصلها بل في وصفها وهو التي يسميها الشاطبي البدعة الإضافية يعني بدعة بالإضافة إلى تلك الصفة لا إلى أصل الذكر فلو قال قائل تعالوا نقرأ سورة إذا جاء نصر الله والفتح بعد كل صلاة ثلاث مرات فتقول له هذا لا يجوز هذا خطأ هذا بدعة قال لك يا أخي أما تقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس بعد كل صلاة نقول ما ثبت الدليل بتخصيصه عملنا به لأنه بدليل وما لم يثبت به فتخصيصه يحتاج إلى دليل قال رحمه الله وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع إيش يعني يحدث فيه أمرا آخر يخصصه بشكل مؤاخر ذكر جماعي بصفة معينة بصيغة جماعية بترنّم بمصحوب بكذا وكذا وكذا قال رحمه الله زاعما أنه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقي لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف نعم أحسن الله إليكم قال وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول أما إذا جاء الدليل بالمنع فهو آكد في منع تلك الصورة وعدم جوازها ولولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا قنوة تويتر أو قنوة تراويح أو قنوة الفجر عند من يقول به هل يرفع المصل يديه في القنوت قال المصنف رحمه الله هذا مثال لماذا؟ لأي شيء مثال أن رفع اليدين صح في الدعاء مطلقا طيب رفع اليدين في الدعاء داخل الصلاة يحتاجوا إلى دليل فلو قال قائد تكفينا عموم الأحاديث التي دلت على رفع اليدين يقول مصنف ها هذا مثال أنا عندي تخصيص لرفع اليدين داخل الصلاة في أثناء الدعاء في القنوت هل نرفع؟ طب أعطيك مثالا أوضح أترك هذا أليس من مواطن الدعاء في الصلاة الجلوس للتشهد؟ بل سيأتيكم إن شاء الله في باب التشهد وليتخير من المسألة ما شاء ثم ليدعو بما أحب طيب فأنت إذن تهيت من التشهد والتحيات والصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم وجئت تدعو لنفسك لزوجتك لأولادك لدنياك لأخراك أترفع يديك جالسا في التشهد؟ وتستند في هذا إلى عموم ما ورد إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفره قلت أنا أريد هذه الفضيلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء وثبت عنه جملة في هذا الباب هل نرفع؟ هذا سؤال فهل يستشهد لهذا الموضع بعمومات؟ وقال لا هذا الموضع المخصوص يحتاج إلى دليل لأن داخل الصلاة موضع خص فيه كل موضع بعبادة بهيئة معينة ليش ضرب المصنف مثالا بالقنوت؟ لأنه أيضا قريب منها أو شبيه هو يريد أن يقول لم يثبت في القنوت داخل الصلاة رفع اليدين وإنما ثبت خارج الصلاة طيب هل تصح؟ يصح أن نقول طالما ثبت رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة نستدل به على رفعه داخل الصلاة نعم ولعل مثال ذلك ولولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا مطلقا في الاستسقاء في الحج قلت لك في الحديث أيضا الذي حسنه الترمذي إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين نعم قال فقال بعض الفقهاء يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء وقال غيره يكره لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل العام الذي يدل على رفع اليدين في الدعاء مطلقا هذا إذا لم يثبت في رفع اليدين داخل الصلاة رواية والبيهقي في السنن بوّب للروايات بقوله باب رفع اليدين في القنون وساق جملة التي استند إليها الشافعية وغيره في جواز رفع اليدين في الدعاء في القنون والأقرب من هذا البثال لتقرير المصنفي كما قلت لك رفع اليدين في دعاء التشهد فإن تلك لم يرد فيها دليل فلو قال قائل أرى جواز رفع اليدين في الدعاء لأنه موطن دعاء بل مثله ما تراه من بعض الطائفين في الطواف أو الساعين بين الصفا والمروة لأنه موطن دعاء فيظل طائفا رافعا يديه هذا موضع مخصوص دع النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه وطاف ودعا في سعيه وهو يسعى بين الصفا والمروة ولم ينقل أنه كان رافعا يديه فلا تأتي بالعمومات لموضع خاص لم يثبت فيه دليل كما قال المصنف هذا أوضح في المثال الذي لا يقوى الاستشهاد فيه بالعمومات على موضع مخصوص بهيئة أو موضع يحتاج إلى تخصيص فيه للدليل والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابع ما ذكرناه من المنع فتارة يكون منع تحريم وتارة منع كراها ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخصيص منع منع الاستناد إلى ما لا يثبت به دليل في النوافل والمستحبات نعم ثارة يكون منع التحريم ثارة يكون كراها قال ألا ترى أن إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوي البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية ولعلها أعني البدع المتعلقة بأمور الدنيا لا تكره أصلا بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراها هذا على افتراض تسليم بتسمية ذلك بدعة اصطلاحا هو من حيث المعنى اللغوي ابتداع يعني إحداث شيء جديد التطاول في البنيان التبسط في المآكل توسع الناس في المباحات كل ذلك من المحدثات وهذا وإن دخل في أمور الدنيا بالمسمى اللغوي لكنه لا يسمى بدعة في الشريعة لأن البدع المنهي عنها إنما هي المتعلقة بأمور الدين وهي على الذنب والمنع مطلقة قال بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراها وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد البدع المتعلقة بالأمور الدينية يفرق فيها بين العقائد والأحكام فالبدع المتعلقة بالأحكام الفرعية ليست مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد أيهما أشد؟ نعم الابتداع في أبواب العقائد أعظم ولهذا قال الصنعان رحمه الله هل نشأ تكفير المسلمين لبعضهم وسفك دمائهم واعتزال بعضهم وخروجهم عن أخوة الإيمان إلا الابتداع الاعتقادي كمسألة خلق الأفعال والخوض في الصفات ومسألة الكلام وغيرها من الدواهي التي شتتت شمل أهل الإسلام وتفرع عنها من الشر ما ملأ الأفاق يقول كالبحث عن حقائق الصفات وكيفية اتصاف الذات المقدسة بها فتفرع عنه التعطيل عند النفاة والتشبيه عند من أثبت وتكلف بيان معانيها فدخل الناس في ابتداع في أمور العقائد هي أشد وأنكى أثرا وحكما مما يتعلق بالأحكام الفرعية وإن كان الكل مذموما أحسن الله إليكم قال رحمه الله فهذا ما يمكن ذكره في هذا الموضع مع كونه من المشكلات القوية لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين مع ما أشار إليه رحمه الله وحرص على ضبطه وتقنينه قال لك هذا ما أمكن مع كونه من المشكلات القوية على أي مسألة يتكلم نعم على كيف تبنى الفضائل والمستحبات والتطوعات بالنظر إلى الدليل ومراتب ذلك الاستحباب قال لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين فخلاصة ما قاله رحمه الله أن التطوعات والمستحبات إما أن يرد بها حديث صحيح فيعمل به سواء كان محدثا لشعار في الدين أو ما دون ذلك طالما كان الحديث صحيحا وحجا فإن كان دون ذلك فإنه مراتب في الاستحباب ما تأكد بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم بموظبته أو بتعاهده أو بمعاضتته بأحاديث أو روايات تؤكد فهو الأعلى ما كان دون ذلك فهو أقل فإن كان حسنا ولا معارض له من صحيح أقوى منهم فيحتج به ما لم يحدث شعارا أما الحديث الموضوع فإن كان الحديث الضعيف إن لم يبلغ درجة الوضع فإن أحدث شعارا في الدين منع منه جملة وإن لم يحدث فهو فيه مأخذان كما يقول يتردد فيه النظر هل يعتبر مشروعا بالنظر إلى العمومات ويكتفى به أو لا فإنه جملة الدين التي لا تثبت إلا بديل وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله تعالى ورجحه وعطاك التنبيهات المتعلقة به أحسن الله أريكم قال رحمه الله وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب أعني التي في رجب أو التي في شعبان الرغائب صلاة الرغائب عندهم ليلتان إحداهما أول جمعة من رجب ليلة أول جمعة من شهر رجب ويروى فيها حديث قول عليه الصلاة السلام ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي فيها بين العشاء والعتمة ثنتي عشرة ركعة يفصل فيها بين كل ركعتين بتسليم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإن أنزلناه ثلاث مرات وقلوا الله أحى ثنتي عشرة مرة إلا كان له أجر عبادة ثنتي عشرة سنة صام نهارها وقام ليلها قال العراقي إنه باطل وأمر صلاة الرغائب في شعبان ففي ليلة النصف منه أيضا تروى فيه رواية أنه عليه الصلاة والسلام صلى مئة ركعة كل ركعتين بتسنيم يقرأ في كل ركعة بعد فاتحة الكتاب قلوا الله أحد عشر مرات وذكر الحديث أيضا قال الحافظ العراقي حديث باطل لا يثبت فيقول هذا مثال لصلاة الرغائب في ليلة أول جمعة من الرجب وفي ليلة النصف من شعبان لأن بعض المتأخرين من بعض المحدثين مع ضعف الرواية التي لا تتماسك من عامة طرقها اكتفى بأنها من جملة الصلاة والصلاة مرغب فيها وضعف الحديث الوالد فيها لا يمنع من أدائها فالمصنف يبين رحمه الله هنا أصلا هذه عبادة فإذا لم تثبت بدليل والضعيف فيها لا يكتفي الاحتجاج به حسن الله عليكم قال رحمه الله حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب أعني التي في رجب أو التي في شعبان بقوم يصلونها وقوم عاكفين على محرم أو ما يشبهه أو ما يقاربه فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة وعلّل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة والمصلون لتلك الصلاة مع امتناعها عنده معتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون يعني هذا يرجع لما يقرر بعض السلف أن الخطأ في البدعة أشد من الخطأ في المعصية وأن المعاصي أن صاحب الخطأ بمعصيته أقرب إلى التوبة لأنه يقع فيها بذنبه ومعصيته وهو مقر بأنه مذنب فهو أقرب إلى الرجوع والتوبة بخلاف الواقع في البدعة فإنه يقع فيها متقربا فهو أبعد عن الرجوع لظنه أنه على صواب ولذلك جاءت عبارات السلف كقول سفيان الثور رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية قال المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها وقال الشافع رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك خير من أن نلقاه بشيء من الهوى وأمثلتها أيضا من عبارات السلف التي تدل على أن باب الابتداء في الدين أصعب وأشد في العودة والرجوع إلى الله عز وجل لكن ليس معنى هذا أن كل صاحب بدعة أشد في الذنب من كل أصحاب المعاصي لأن بعض أصحاب البدعة أو بعض الواقعين في البدعة يقعوا متأولا أو يقعوا جاهلا بما صح من حديث خلاف ما هو عليه فلا يوصف بذنب بل يقال إنه أشأم وأسوأ من الواقع في الكبائر ومن شارب الخمر ومن الزاني الغارق في المعاصي وأحال الذنوب بمجرد أن خطأه في باب الاعتقاد وذاك خطأه في باب العبادات أو المعاصي قال والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص وميل المالكية إلى هذا الثاني اللي هو إيش نعم لا يكتفى بالعمومات فيحتاج إلى إثبات الدليل الخاص نعم قال وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة لأنه لم يثبت عنده فيها دليل ولم يرى إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص في الصحيحين عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة وإذا الناس في المسجد يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة وفي مرة قال نعمة البدعة وقال مرة نعمة البدعة وقال الشعبي سمعت ابن عمر يقول ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى فمجموع الروايات يدل على أحد أمرين الأول أنه لم تبلغه المشروعية فوقف ورأى ابتداع ذلك والثاني أنه أراد الابتداع المحمود لأنه قال نعمة البدعة هذه يعني ما هم فيه من الاشتغال بصلاة الضحى لاختلاف الروايات الثابتة عنه رضي الله عنه قال ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة لأنه لم يثبت عنده فيها دليل ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره إنه بدعة ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء في موطأ مالك النافع أن ابن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة وكذا أخرجه أصحاب المصنف وكان لا يقنط في صلاة الصبح ولا في الوتر أيضا لكن الذي أثر عنه وصف القنوت بالبدعة ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج الدارة قطني والحديث أيضا عنه ضعيف عن سعيد بن جبين قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الصبح بدعة لكن الرواية أيضا ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أحسن الله عليكم قال رحمه الله وكذلك ما روى الترمذي من قوله إن ابن عمر لما سئل عن عدم قنوته في صلاة الصبح قيل لا أراك التقنط قال لا أحفظه عن أحد وقد سئل أيضا بعض الصحابة عن القنوت فقال أي بني محدث يعني كانوا يتوقفون إذا لم يثبت عندهم الدليل على مشروعية العبادة نعم قال وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفر لابنه في الجهر بالبسملة في الجهر بالبسملة إياك والحدث ولم ير إدراجه تحت دليل عام وكذلك ما جاء عن ابن نعم عن بعض بني عبد الله بن مغفر قال سمعني أبي وأنا في الصلاة يقول باسم الله الرحمن الرحيم يعني في قراءة الفاتحة قال أي بني محدث إياك والحدث قال لم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغى بيريه الحدث في الإسلام يعني منه ثم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلما أسمى أحد منهم يقولها فلا تقولها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين والحديث ضعف لجهالة بن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه راوي هذا الحديث وحسنه بعضهم قال وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم أنه قال ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا فقال إذا رأيتموه فأخبروني يجلس للناس ويقول قولوا كذا يعني يحدد لهم عبارات الذكر يقول الآن قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله الآن قولوا سبحان الله كذا مرة فيحدد لهم ويقودهم في هذا الذكر الذي يحدد لهم لفظه وعدده فقال إذا رأيتموه فأخبروني قال فأخبروه فأتاه ابن مسعود متقنعا فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله ابن مسعود تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني أو إنكم لم تعلقون بذنب ظلالة وفي رواية لقد جئتم ببدعة ظلماء أو لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات مسألة رفع اليدين في القنوت والجهر بالبسملة وإنكار بعض الصحابة لها هو من باب الزيادة في العبادة لكن حديث ابن مسعود ليس في أصل الذكر بل في صفته وهيئته أنكر عليهم الهيئة والرواية عنه متعددة رضي الله عنه منها أنه جاء إلى الجامع فوجد هذا الرجل قد أخبر عنه فجاء فلما رآه على حاله غضب ابن مسعود حتى قال للجارسين يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هذه ثياب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تبلأ وآنيته لم تكسر يشير إلى قرب العهد بالنبوة مع سرعان جريان الإحداث في الدين وأنكر فقاله الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال كلمته المشهورة وكم من مريد للخير لم يصبه وأدلهم إلى الأصل أن المريد للخير يتبع الدليل والحريص على السنة يلزم الثابت المأثور فيها وما لم يصح فلا يعد أصلا ولا يبنى عليه قال أنكر الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر أحسن الله إليكم قال رحمه الله الخامس ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة ولا تظهر له مناسبة فإن كان أراد أن قول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة على ذلك قوية فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك أنه أورد عقيبه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة هذا الذي سألتكم عنه في صدري المجلس قال لا تظهر له مناسبة فإن أراد أن قول ابن عمر صليت معه أراد به اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة قوية لأن المعية أعم من المعية في الصلاة طيب ممكن تكون معية في إيش في الزمان أو في المكان صليت معه في المسجد أو صليت معه في بيته قال ومما يقتضي أن المصنف فلم يرد معنى المعية هنا بمعنى الجماعة حديث عائشة الآتية طيب حديث عائشة ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ما في معنى جماعة أصلا فلا تظهر مناسبة ولا تعلق له بصلاة الجماعة يقول الحافظ العراقي رحم الله في طرح التثريب المعية في قول عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن المراد بها المعية في جماعة الصلاة وهو بعيد أنه صلى معه جماعة وهذا بعيد الثاني أن المراد المعية في الزمان أو المكان أو فيهما وإن كان منفردين يعني صليت معه في المسجد أو في ذلك الوقت ركعتين قبل الفجر ركعتين بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء صليت معه في ذلك الوقت وليس المقصود جماعة المعنى الثالث أن المراد المعية في أصل الفعلي يعني اجتمعت معه في ذلك الفعل في أصل الفعلي قال رحمه الله وإذ اختلف زمان الفعل ومكانه ولعل هذا أرجح والله أعلم انتهى كلامه الحافظ العراقي رحمه الله حسن الله إليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها قال فيه دليل على تأكد ركعتين الفجر وعلو مرتبته في الفضيلة من أين؟ من اللفظين لم يكن يتعاهد شيئا من النوافل أكثر منها والثاني ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها قال بعض الفقهاء قولوا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها عموم أليس كذلك؟ قالوا فدل ذلك على أن ركعتين الفجر هاتين خير من النوافل والفرائض جميعا للعموم أي العموم؟ خير من الدنيا وما فيها خير حتى من الفريضة ثم ماذا؟ أخرجنا الفرائض بالإجمع الفرائض لا شيء يعلوها بالدليل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه قال فإذا أخرجنا الفرائض بقية النوافل فدل على أن نافلة الفجر خير من كل النوافل واختلف الفقهاء أهي أفضل أم الوتر؟ ولو فيها تفصيل لكن هذا من جملة ما استدل به على تفضيل سنة الفجر ومن اللطيف قول بعض أهل العلم إذا كانت هذه فضيلة نافلة الفجر فكيف بفريضتها فريضة الفجر التي جعلت نافلتها خير من الدنيا وما فيها فكيف بفرضها الذي جاءت النصوص أيضا ببيان عظمته ومكانته نعم السلام عليكم قال رحمه الله وقد اختلف أصحاب مالك أعني في قوله إنهما سنة أو فضيلة بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك وهو أن ما واضب صلى الله عليه وسلم كما نقل الحطاب في تفريق المصطلحات داخل المذهب المالك إيش الفرق بين السنة والفضيلة والنافلة نعم قال وهو أن ما واضب صلى الله عليه وسلم عليه مظهرا له في جماعة فهو سنة وما لم يواضب عليه وعده في نوافر الخير فهو فضيلة وما واضب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعته الفجر ففيه قولان أحدهما أنه سنة والثاني أنه فضيلة وقيل أيضا كما نقل عن ابن بشير أنه إن لم يواضب عليه صلى الله عليه وسلم وفعله في بعض الأوقات وتركه فهو فضيلة ويسمونه إحيانا رغيبة هذا اصطلاح عند من عند متأخر المالكية يذكرون في هذا المصطلحات يعني هل تسمى سنة الفجر سنة أو تسمى فضيلة أو تسمى رغيبة ولهذا ترى في كلام بعض الفقهاء رغيبة الفجر إيش يقصدون به سنة الفجر القبلية نعم قال واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه وإن كان راجعا إلى اختلاف في المعنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعة الفجر بالمواظبة عليهما ومقتضاه تأكد استحبابهما فلنقل به ولا حرج على من يسميها سنة وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة فلا شك أن رتب الفضائل تختلف فإن قال قائل إنما سمي بالسنة إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة رجع ذلك إلى الاصطلاح والله أعلم أما بن عبد البر رحمه الله وهو مالكي فله كلام أيضا حول هذا الاصطلاح وتقريره فقال ما موجزه في الاستذكار قال وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاء إلا أن من أصحابنا من يأبى أن يسميها سنة ويقول هما من الرغائب وليست سنة قال وهذا لا وجه له ومعلوم أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنة فليش تجي لسنة فجر تقول لا أسميها سنة قال معلوم أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنة يحمد لاقتداء به فيها إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم إن ذلك خصوص لي يعني ما كان من خصوصياته وإنما يعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها وندب أمته إليها وهذا كله موجود محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر ثم قال وتسميتها سنة هو قول الشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل وأبي ثوري وداود وجماعة أهل العلم انتهى كلامه رحمه الله يعني في التعقب على عدم تسميتها سنة عند من يقول به من بعض فقهاء المالكي وصوبه ومالكي رحمه الله أن تسمية سنة الفجر سنة يندرج في العمومات العامة دل الحديث أيضا وقد انتهى كلام المصنف رحمه الله على شدة المحافظة على سنة الفجر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي التي كان لا يتركها سفرا ولا حضر من بين السنة للرواتب فإنه كان يحافظ عليها خاصة وقوله خير من الدنيا وما فيها لم يكن على شيء من النوافذ أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ولهذا لا تعجب أن يؤثر عن إمام كالحسن البصري رحمه الله القول بوجوب سنة الفجر وإن كان قولا انفرد به رحمه الله ولا تساعد عليه العمومات كحديث العرابي ما فرض الله عليه من الصلاة قال خمس صلوات إلا أن تطوع فدل ذلك على عدم الوجوب لكن لشدة ما ثبت فيها وحرص النبي عليه الصلاة والسلام جاء القول بوجوبها عن الحسن البصري ومعلوم أنه وإن كان من فضلاء التابعين فإنه لا ينهض قوله مع عموم الأدلة التي دلت عليها قوله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها يعني خير من الدنيا ومتاعها وعامة متاع الدنيا التي يستمتع به في الحلال فإن ركعتين الفجر خير منها وفيه من الترغيب ما لا يخفى فإن العبد إذا أقبل على المباحات من المتع والأموال والطيبات مقبلة نفسه راغبة فيه فإن الشرع يقول لك هاتان الركعتين خير لك مما لو أوتيت الدنيا بما فيها لأجل أن يحقص على المحافظة عليها وينهض لها وتنشط نفسه في الحرص عليها ولذلك قلت لك اختلف الفقهاء في تفضيلها على الوتر لأن الوتر كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ومنهم قال الوتر تبع للعشاء وركعت الفجر تابعة للصبح والصبح أفضل من العشاء فتابع الصبح أفضل من تابع العشاء ولهم في ذلك وجوه منها حرصه على الوتر التي كان لا يتركها سفرا ولا حضرا ويصليها على الراحلة إلى آخر ما استدل به على المفاضلة لكن هذه سنة تتعلق بفرض فارتبطت به وتلك من جملة قيام الليل التي ثبت فيها من الخصائص ما يجعلها أولى من غيرها في الحرص عليها أعن الوترة وأخيرا فقد ناقشوا أيضا أعن الفقهاء رحمهم الله في تفضيل النافلة والسنن عموما نوافل الصلاة في المساجد أم في البيوت ولهم في ذلك تفصيل وتفضيل مذهب الشافعي والنخعي أن صلاة النافلة في البيت مطلقا أفضل وهو مذهب أحمد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وجعلوا هذا عاما وهو لعله أرجحوا أقربوا أحظوا بالنظر والدليل أما الدليل فظاهر الحديث وأما النظر فلأن الصلاة عن النافلة في البيت فيها جملة من الحكم الشرعية المقصودة منها إعمار البيوت قال لا تجعلوا بيوتكم مقامر ومنها أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء لأنه حيث لا يراه أحد ومنها أيضا إعمار البيوت بالذكر وتحصيل الفريضة ومنها أيضا أن البيوت إذا أفردت بالصلاة كان ذلك أبعد عن اختلاط الفريضة بالنافلة إذا صليت في المسجد فضلا عما في عودة الرجل من المسجد إلى البيت لصلاة السنة وما في ذلك من أثر على أهل البيت وما يقع عليه بصرهم من إحياء البيت بتلك الصلوات ومن قال في القول الثاني إن فعلها في المسجد أفضل قال هو أجمع للخاطر وأقرب إلى الهمة ألا ترى أنه للتو فرغ من الفريضة فصلاته النافلة تعقبها في المسجد وهو موضع حضور الملائكة وشهود الجماعة والبيت الذي بيت الله الذي يرفع فيه ذكره أولى وأحوط أما المالكية المحكي عنهم فيما حكاه القاضي عيام تفريق بين النوافل في الليل والنهار ففي النهار نوافل النهار أداؤها في المسجد أفضل وفي الليل نوافل الليل في البيت أفضل واستدلوا بحديث ابن عمر قال فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وظاهر هذا لا يكفي لأنه ذكر الجمعة والجمعة صلاة نهار لا صلاة ليل ومنها أيضا أن صلاة الفجر ركعة الفجر كانت تقول حفصة رضي الله عنه ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهي أيضا من الصلوات النهارية لكن على كل حال هو جزء يعني أريد به الإشارة إلى أن لكل تفضيل وجه والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل ذات في صحيح ابن حبان من حديث جابر صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد ولم يرى يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد وكان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم فمحمول على بيان المشروعية جواز صلاة ركعتين الجمعة سنة الجمعة في المسجد ومن صلىها في البيت فله وجه كذلك أيضا هذا جملة ما تعلق بالباب فيما أورد المصنف رحمه الله تعالى وبه تم باب فضل الجماعة ونقف افتداءنا في الدرس القادم من باب الأذان إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر